مرحبا فيكم حباثي برج الحوث فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عاملت شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها كارت كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع عم تحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص في الشخص اللي أنت حطه في بالك أو أنه فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إزان شو مخبيرنا هذا الشهر للحوث الحوث بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد فترة خاطمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوث شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعات صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد يتما سبب لك هذا الموضوع مثل أوه يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى أنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من شغلة في أمور أو مهام أنت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح تحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كان في بناتهم أو بينك صراع رح يصير في حسد أو كذا فدير بالك منهم همشهم يعني ولكنهم موجودين شايفيت لك على في محكمة على نجاح في ممكن يكون طلاق حضانة أولاد ممكن يكون في محكمة معينة ممكن حتى زواج رح تكون على نجاح خلينا نحكي الأبراج بشكل عام في عنا جوزاء سرطان تور في أبراج نارية كتير يعني في هوائية كتير عم بتكون وفي ترابية شوي طيب شايفة في شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا ديروا بالكم هذا الشخص في شخص غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة نفسية أرق هذا الشخص رح يعرف غلطه رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك رح يكون رافع يعني راية السلام ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساساً حياته مليانة مشاكل يعني غيرك أنت فعم بشوفكم اجتماع عم تجتمعوا مع بعض عم بتتوجهوا هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون يتكون علاقة علاقة حب ضمن العمل ممكن تكون شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله الشريك أو كذا شايفة الأمور رح تنعكس شايفة أنه فيه علاقة ثالثة منتهية أو رح تنتهي بالقريب العاجل هون بيّن شايفة عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن شغلات من هالنوع لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا أو ممكن عملية جراحية تكون ممكن يكون معنى الكرت إنه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكتر ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه هذا الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماما فنكون شوي بس هو بحبنا إحنا بنحبه لكن عم بيكون في شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نضج كفاية بشوفه هذا الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية تشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك في أشخاص عم يدعو لك في الليلة برج الحوت عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم ناس عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق لأي لك في أشخاص بيحبوك يعني نيالك في عندك حب حقيقي اللي قلنا عليه ولكن زي ما قلت لك أنت فعلا رح تكون حريص من هذا الشخص شايفة تغير عندك تغير جذري من ناحية الحب والعلاقة تغير في خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا إحنا بالحبيب وبالعلاقة في تجديد على هذا الصعيد شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير خلينا نقول معاذ إمام الأمور وهو متحكم بالأمور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو شايفك مثل الجوهرة مثل الشغلة اللي ما رح تتكرر لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار لكن شايفة بعديها فيه انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك فيه انتصارات ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لا يعني انك ست الحبيب والحبيب كسبك من بعد العلاقة الثلاثية من بعد تدخل يمكن من العائلة هو مش شرط يكون خيانة أو كذا المهم انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك ناحيته خلينا نشوف عقلة الباطن أكتر إشي هاي الفترة على شو عم بيركز شو عم بتهتم أكتر شي طلعت لك لحالها أوه حلو هون عم بشوف اللي هو تحسن مالي والتحسن المالي يعني بينعكس أو هو أساسا نتيجة التطور بالعمل فشايفة أن التطور بالعمل في أمنيات في العمل في ترقيات أكتر من ترقية في هاي الفترة مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا أنت راح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه أو حاصل عليه إن شاء الله قلال هاي الفترة شوف إزا في تحذيرات من الورق لبرج الحوت آه نفس الكارت بالشوي آه هنا بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك أنه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح آه كل شي بالفترة الجاي أنت راح تكون مسيطر آه راح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ راح ترجع حقك من الحبيب كيف بيقوله وزيادة يعني راح تركز على أنه ترجع حقك منه هو غلطي يمكن معاك بواحد واثنين وثلاث راح تساوي هاي الأمور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معا صفحة جديدة لأنه لأنه مبين أنه التنين أنتو آه مالكين أولوب بعض أنا هيك شايفة بالكرت أكثر شي نشوف كرقوت إذا فيه نصيحة معينة ميركلز بقولك فيه معجزات فيه مثل الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك شيء ممكن يقدم لك شيء أنت ما كنت تتوقعه أبداً أبداً من هذا الشخص كنت خلص فاقد الأمل في هذا الشخص أو مش حاطط عليه كتير يعني اعتماد أو كتير طموحاتك ما كنت حاططها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه راح يقدم لك كتير أمور مثل تطمينات مثل هو راح يكون صلاح الدين يمكن مثل بيقولوه له مصباح على الدين أو شيء راح يكون مثل هيك مبارف إن شاء الله يكون يا رب بس عم يعني بسحب كروت مصايح مو شرط كل الأبراج نفس الكروت يعني عم بس تعمل كروت مختلفة لأبراج مختلفة هو أصلا وقع لحاله شايفي فسطان زفاف شايفي مثل زفاف أو حفل زفاف أو إعلان إعلان لموضوع عاطفي وأكنه راح يعلن راح يعلن عنه في هاي الفترة فإن شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني خلينا نشوف الكروت الرومانس مثلا آه حلو طلعت لك مثل بيقولك بيقولك أنا عم بحملك رسالة من الحبيب الأديم أو الحبيب اللي موجود عم بيقولك إنه هو سعيد آه وبسلام بيقولك بيقولك إنه بيحبك كتير هاد الكرت طلع أكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة فحباي بي برج الحوت نشوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون نقلب أوكي أوه ميموريس العلاقة رح تكون أكتر شي عم بتركزوا على الزكريات عم بتحاولوا تعيشوا الزكريات من أول وجديد عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات أو العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات الأديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الأماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف بس هو هيك كان الكرت حباجي برج الحوت باشوفكم بي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر